اشتركوا في القناة ودايما منورنا على شاشتك وشاشة الاهلي واستادك واستاد الاهلي استاد الاهلي النهاردة يعني هنتكلم ان شاء الله فيه عن مباراة الغد المباراة اللي كل عشاء الاهلي بينتظروها الاهلي في نصر حسين باي الجزائري في البطولة العربية هنتكلم في الاول على شوية اخبار وبعدين هتكلم معاكو شوية كده يعني نتكلم في حقيقة بتحصل وهنفطفض معاكو شوية في الكلام بحيث ان احنا نعرف تفاصيل اعتقد فيه ناس عرفاها وبتتغفالها وفيه ناس عرفاها وعرفا ان هي حقيقة وبرضو للأسف بيعتبروا كل الحقيق دي ولك انهم شايفين حاجة هنتكلم معاكو بمنتهى المصدقية اقول لكم الاخبار الاول وبعد كده نتكلم في موضعنا يعني الموضوع اللي شاغل الناس كلها صفقة هشام محمد اتكلمكم الاول في العنوين وبعد كده نتكلم في التفاصيل تفاصيل صفقة هشام محمد مقابل 9 مليون جنيه للنادي المقاصة وسدد المقاصة مبلغ 3 مليون جنيه للنادي لأهلي مقابل استعارة لعبين لسه طبعا ما تحددوش بالاسم لكن فيهم طبعا يعني بالطبع جون أنطوي المقاصة استعارته هتستعاره برضو هيدفعوا فيه فلوس يعني الصفقة ممكن تكلف حوالي 6 مليون جنيه وده الكلام اللي بيتقال لغاية لما اللاعبين يطلعوا عارة بالفعل كابتن احمد ايوب بيقول أن النجم الكبير عماد متعب وبرضو هكلمكم على عماد متعب قد يشارك في المباراة المقبلة أمام نصر حسين باي الجزائري عرب احمد ايوب المدير المدرب العام لفريقه الاهلي عن ساعدته بتحقيق الفوز على الوحدة الاماراتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام بالقاهرة في إطار الجولة السانية من المجموعة الأولى بالبطولة العربية احمد ايوب قال أن الاهلي حقق فوزا مهما للغاية على الوحدة خاصة بعد الخسارة في اللقاء الأول بالبطولة أمام الفيصالي الأردني مشيرا أن نادي الأهلي أو مشيرا أن هذا الفوز سيعيد الثقة بشكل كبير للاعبي الفريق أشاره المدرب العام إلى أن عماد متعب لاعب كبير وله تاريخ مع النادي الأهلي ياريت تسمعوا الكلام علشان يعني فيه ساعات منك وكده بيقع كلام بين السطور بيقع أو فيه ناس بتقرأ كلام وتشوف كلام وتحط كلام وتزود كلام فالكلام هو على أسان أحمد ايوب المدرب العام نادي الأهلي قال أن عماد متعب لاعب كبير وله تاريخ مع النادي الأهلي والتاريخ دائما يعني طالما سجل عمره ما بينس حد وأن عدم مشاركته في مبارات الفيصالي الأردني والوحدة الإماراتي كان بسبب وجهة نظر فنية للجهاز مؤكدا أنه قد يشارك في المباراة القادمة أمام نصر حسين داي الجزائري خبر تاني أجاهي وصالح جمعة وأحمد الشيخ ينتظمون في المران الجماعي للنادي الأهلي خضع حسام غالي قائد الفريق الأول بنادي الأهلي ومعه أحمد حمودي ومحمد نجيب رامي ربيعة عمرو السلية كريم ندفد وليد أزارو وباسم علي ومؤمن زكريا ومحمد الشناوي حارس المرمى للتدريبات استشفائية ده خبر غير قبر أجاهي وصالح جمعة أقول لكم الخبر تاني أجاهي وصالح جمعة وأحمد الشيخ ينتظمون في المران الجماعي للنادي الأهلي ده كان خبر الخبر التاني بيقول خضع حسام غالي قائد الأهلي ومعه أحمد حمودي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعمر السلية وكريم ندفد وليد أزارو وباسم علي ومؤمن زكريا ومحمد الشناوي حارس المرمى للتدريبات استشفائية ولم يشاركوا في المران الجماعي والتأسيمة التي أجراها الجهاز الفني بعدما شاركوا في لقاء الوحدة الإماراتي كاملا في حين شارك جونيور أجاهي وصالح جمعة وأحمد الشيخ وإسلام محارب في التدريبات الجماعية والتي خضاها الفريق صباح اليوم على ملعب بيتروسبورت في إطار الاستعداد للكاء نصر حسين ضاي الجزائري بعد غد الجمعة إن شاء الله برضو أكلمكم برضو على إسلام محارب ونفس الأصوات اللي كانت بتقول إسلام محارب إيه أهميته الناد الأهلي هي هي اللي مبارح طلعت قالت بصفقة وجمدة جدا عشان أحرز هدف يعني ما بيبصوش غير للحاجة الواقعية قدامهم أنا نفسي يعني الناس دي يعرفوا إن فيه كل حاجة بتتسجل الفيديوهات دلوقتي من كم من خمسين سنة ممكن نجيبها ونسمع الكلام واتلاقوا اختلاف أراء يعني كبير جدا بين الأراء قبل كده والأراء بعد كده إحنا بنتكلم بقى في يومين في يومين بالزبط من يومين قالوا إسلام محارب إيه وده النهاردة أو مبارح قالوا ده نجم ونجم كبير عشان أحرز هدف مع إن اللاعب له قيمة ولاعب مهاري ولاعب أكيد فيه فايدة كبيرة لندي الأهلي اتحاد الكرة يعلن التشكيل الجديد لجهاز منتخب المحليين بعد رحيل هاني رمزي قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عين هشام عبد المنعم مساعدا لحمادة صدقه في قيادة منتخب المحليين على أن يقوم الأخير باختيار مساعد ثاني وذلك بعد بدلا من طارق السعيد وطارق السيد مساعدي هاني رمزي المدير فني السابق لمنتخب المحليين مع استمرار خالد مصطفى مدربا لحراس المرمى وكان اتحاد الكرة أبلغ هاني رمزي رسميا بعدم استمراره مدير الفنيا لمنتخب المحليين وكلف اتحاد الكرة الكابتن حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب الشباب بتولي المهمة التي تتضمن قيادة الفريق في مباراة الزهاب والعودة أمام المنتخب المغرب يومي 13 و 18 أغسطس المقبل إن شاء الله في تصفيات الأمم الأفريقية للمحليين يعني نشعلق على الخبر ده كل التوفيق لكابتن حمادة صدقي إن شاء الله استبعاد ثلاث حكام من البطولة العربية استبعدت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة وديع الجريء ثلاثة مساعدين حكام من البطولة العربية لكرة القدم بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبوها أثناء مباريات الجولة الأولى استبعدت اللجنة المساعد الليبي خالد بالخير والمساعد البحريني نواف شهين والمساعد اليمني عادل حسني ثاني المساعد الليبي خالد بالخير استبعاد والمساعد البحريني نواف شهين استبعاد والمساعد اليمني عادل حسني استبعاد للأخطاء الفادحة على حد تعبير لجنة الحكام بالاتحاد العربي شهدت مباريات الجولة الأولى أخطاء تحكمية لقت اعتراضا من قبل الفرق المشاركة في العرس العربي أخطاء فعلا كانت أخطاء صعبة أوي يعني على أي حد يشوفها لكن في الأول وفي الآخر وأنا برضو عند رأينا الحكم قابل للصواب وقابل الخطأ طالما هو في الأول وفي الآخر إنسان لكن كنا ممكن ندعم البطولة بأكتر من حكم اللي هو حكام الخطوط كنا ممكن نستعين بالفيديو إن شاء الله تحصل في البطولات القادمة إن شاء الله دي كانت أهم أخبارنا اللي أنا كنت أعايز أقولها لحضراتكم أعايز أتكلم معاكو شوية وأنا دايما كلامي بيزع على الناس كلان هما بيكونوش يعني يعني أو أنا ببعتبل أن أراءهم ما بتبقاش مجدية أو بالنسبة للحمد لله طالما الواحد بتتكلم دايما بميورد الله وزيما أنا يعني معاهد ربنا أن طول ما أنا بتتكلم قدام حد أو أنا صوتي مسموع لأي حد مهما كان الحد ده مقتنع أو مش مقتنع أنا معاهد ربنا أن أتكلم دايما بما يرضي الله واللي يزعل ما احترامي الكبير ليه يتفضل يزعل ما فيش أي مشكلة اللي بيرضي ربنا ربنا هو اللي بيرضيه أنا لبرضي حد على حساب حد ولا هعمل كده ولا عملت كده إن شاء الله عايز أقول إن دايما في ناس ما بيعجبهاش حاجة خالص ما بيعجبهاش فعلا العجب يعني النادي الأهلي خد بطولة الدوري فيها اعتراضات النادي الأهلي خد البطولة بدون هزيمة تلاقي أصوات طلع بتشكك في النادي الأهلي حساب بدري عمل أرقام تلاقي الناس تقولك يعني بس كان مفروض يعمل كذا طب مش عارف مفروض يعمل كذا كانت حساب بدري لعب حمودي أنت لعبت حمودي ليه ما لعبش حمودي ما لعبش حمودي ليه لعبت مش عارف مين هي ما تفهمش عايزين إيه النادي الأهلي ماشي كويس قوي 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 وبالرغم من كده انتقادات 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 أنا مش عارف إيه السبب نفسي أعرف إيه السبب لما تيه تتكلم على مشكلة يعني بمصداقية تلاقي الناس سلعة تنتقد فيك تلاقي نجحات تلاقي الناس سلعة تنتقد فيها تلاقي هي كده هي الدنيا كده وهي ناس كده بس فيها جماعة لازم يعني لازم الإنسان يشوف نفسه فعلا يعني تنتقد انتقد بموضوعية شوية يعني خلي عندك حياء في الانتقاض يا أخي يعني ما تنتقدش حاجة وتاني يوم ترجع تقول لا ده أنا كنت مش عايزة أقول لفظ يعني أنا دايما بحترم السادة المشاهدين النادي الآلي في البطولة العربية احنا قلنا البطولة دي هدفها أن الناس يشوفوا اللعيب عشان يبقى فيه حكم موضوعي في الملعب وبالرغم من كده كانت أول خسارة قدام الفيصالي وقلنا آه أن هي كانت خسارة مفاجأة وكان ممكن يحدث أحسن مما كانوا تكلمنا معاكم بمنتغة الموضوعية ما كانش فيه أي مشكلة وناس طلعت تكلمت أصل ده مش عارف إزاي وده مش عارف إزاي وكابتن حسام وكابتن أحمد أيوب أي حاجة عايزين يعملوا أي مشاكل في النادي الآلي وخلاص النادي الآلي كسب الواحدة أصل الواحدة كان فريق مش عارف إيه واترد منه وإزاي نادي الآلي طيب ما تبصوا يعني ما فيش حد بيطلع يقول حاجة عجبية خلاص يعني ما فيش حد يطلع يقول مثلا نادي الآلي فيه لعيبة كتير جدا جدا بيشوفوها لعيبة ما لعبوش مع بعض قبل كده آه لعيبة كبار آه لكن برضو الانسجام ليه دور مثلا أنا بكلمكم بديكم مثال يعني لما تلاقي لعيبة كتير جدا حوالي مثلا ست لعيبة أول مرة يلعبوا مع بعض أكيد يبقى فيه اختلاف في الأدوار لما تلاقي لعيبة الثقة بعيدة عنها شوية أكيد برضو يبقى فيه اختلاف في الأداء الفني ما حدش بيفص للكلام ده خلاص وبالرغم من كده النادي الآلي لسه فرصه شبه محققة إنه يصعد في الأدوار النهائية البطولة العربية أنا نفسي أعرف يعني الناس بيفكره إزاي يعني أي حاجة عايزين يكبره عماد متعب عايزين يكبره مشكلته لما طلقت الكلمة على عماد متعب أصلا أنت بتهاجم عماد متعب مع أني كلامي كان واضح جدا وصريح جدا ومفيش أي فيه مشكلة خالص بالنسبة لعماد نجم كبير وقلنا عماد نجم كبير وطالما التاريخ كتب في سطور وعماد متعب مين هينكر كتب مين هيقول إن عماد متعب لعيب عماد متعب لعيب نجم ونجم الجماهير ونجم الشباك ونجم ونجم لكن أنا لما طلعت اتكلمت اتكلمت معاكم بمطالة موضوعية قلت إن النجم الكبير مكتوب عليه الصبر مكتوب عليه إن هو يصبر طالما اختار إن هو يفضل في النادي لكن هو عنده خيارات إن هو يفضل في النادي إن هو يمشي من النادي إن هو يعتزل في النادي بتكلم معاكم بمطالة موضوعية عماد قبل ما يكون صديق لي وصديقه اعتزي به جدا نجم كبير لكن أنا بتكلمكم بمطالة موضوعية كلامي ما كانش فيه أي حاجة خالص على عماد بالعكس أنا يعني كان فيه كلام مفرد أقوله أنا ما قلتهش على عماد لكن هو النجم دايما مكتوب عليه كده وديتكو أمثلة بالكابتن محمود الخطيب النجم الكبير الأسطورة وديتكو أمثلة بالمسور صلى الله عليه وسلم إن كل الناس دي قعدوا طالما اختاروا الأهلي وعشقهم الأهلي صبروا في الأهلي لغاية لما هم خدوا قرار خلاص هو عماد متعب صبر في الأهلي هديه الفرصة هيلعب هيستنى عماد متعب خلوك جدا كابتن النادي الأهلي يعني مش عارف أقول إيه تاني يعني فهو مكتوب عن نجوم الصبر لأن أي حاجة النجم الكبير بيعملها كده هتلاقي ناس بتهب يعني أقول إيه أكتر من كده فما ينفعش النجم الكبير هيفضل صابر لغاية لما هو يكرر ويختار إن أنا هفضل في النادي النادي يحتاجني في أي وقت أنا تحت أمره زي ما هو عامل ونموذج نموذج نموذج وغصب عنه أنا بلت مثل العزر غصب عنه لازم الإنسان يفت فتسنة لكن بيرجع تاني بسرعة جدا يا إما يختار البقاء يا إما يختار الانتقال نادي تاني وده حق وشرع أنا مفيش أي حاجة خالص يا إما يختار الاحتزال في مكانه وقلتلكم نهاية سعيدة كباقي النجوم وقلنا غلطة الشاطر مش زي غلطة أي حد غلطة الشاطر بألف غلطة موضوع إيشان محمد مثلا إيشان محمد الناس قبل ما النادي العلي خلصوا إيشان محمد والنادي العلي مش عارف يخلصوا إزاي وطب الفلوس اللي في النادي وإنتوا مش عارف أنا بقول لكم بس اللي بحصل بمنطقة الواقعية لما النادي العلي خلصوا إيه الفلوس دي يا عمي يعني يا جماعة إنتوا عايزين نجم يا بجلال هيموت عليه أساسا عشان عارف إمته وعمل المشاكل عشان إيشان محمد ما يمشيش وبالرغم من كده النادي العلي جابه هو تمنه كده هو السوق كده هي الفلوس كده المقصة بلغوا شوية في الشروط لكن إحنا بنجيب نجم النادي العلي بيجيب نجم في الأول وفي الآخر عشان يرضي طموح جماهيره ولا أنا كلامي فيه حاجة غلط أنا لما أجيب نجم بمئة مليون جنيه بجيبه المين بجيبه للنادي الأهلي وجماهيره لما جبت ميدو جابر مش كان ميدو ده الدنيا مقلوبة عليه وهو لعيب كويس ميدو جابر لعيب كويس لكن هو بتحصل ظروف أزمة ثقة بين اللاعب ونفسه بتحصل كتير جدا 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 لكن ميدو جابر ده كل الناس عايزة مطلب أساسي دلوقتي الناس بيقولوا لأ ميدو ومستواه ويطلع أعارة عمر بركات ما شاء الله قعد ساكت 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 ونزل أقنع الناس بيه فلوس كتير ادفعت فيه جون أنتوي لما جبناه أو نادي الأهلي جابه كان صفقة الدنيا كلها صح كان بفلوس كتير محدش تكلم إيفونا أمثلة كتير جدا علي معلول دلوقتي حسين يعني أنا مش عايزة أقول أسماء يعني خليها تيجي كده بالظروف شام محمد أجماعة العيب مميز جدا تمنوا كده لما مدير فني يعمل مشكلة حتى لو مشكلة مش باينة للجميع لكن عامل مشكلة بسبب هشام محمد لأن عارف أمته لما نادل قال يجيبه وانت مش محتاج جون أنتوي هتطلع لعيب أعارة كمان وخدت فيهم فلوس إيه المشكلة إيه المشكلة يا جماعة أمان لو بنسمع الأرقام بر يعني أنا بتكلم معاكو زي ما قلتلكو ربنا اللي أعلم بتكلم إزاي طبعا فيه ناس بقى طلعت وقلصت وبيقول كده عشان مش عارف إيه أنا ما بقولش كده عشان خاطر حد أنا قلتلكو انتماء الأول والأخير للناس اللي بتسمعني والناس اللي بتشوفني يعني مواضيع كتير جدا المواضيع كتير جدا الناس دايما بتشوف الجزء الصغير الفاضي مع أني فيه يعني فيه أجزاء كتير قوي مليانة يعني فيه إيجابيات كتير جدا محدش بتكلم عليها ليه محدش بتكلم على المشاكل اللي بيشوفوها ليه الناس اللي بتتكلم يعني مش عايز ادخل نفسي في حاجات لكن كان فيه مصرحية مبارح يعني مصرحية للي شاف يعني ما بتتكلموش على الكلام ده يا جماعة الكلام ده بتشوفوش في نادي الالي خالص لما فيه مدير فني يطلع ومش عارف مين يطلع وصدام وحاجة عمروكو سمعتوا الكلام ده عمروكو شفتوه لا شفتوه ولا هتشوفوه النادي الالي نادي كبير على اي حد كبير على اي حد النادي الالي هو اللي الناس كلها بتعمله تاني النادي الالي كبير على اي حد مفيش حد هيقدر يتكلم على النادي الالي او يكسره ابدا فيش حد هيقدر يوقع بين رموزه عنده اعضاء جماعة وعمية ما شاء الله عليهم كلهم في منتهى السقافة يعني اللي يقدروا يعملوا كل حاجة مفيش توصيات بتيجي على حد كله بيخدم النادي الالي النادي الالي يا جماعة لما قال النادي الالي فوق الجميع اللي هو فوق كل الناس أو فوق كل الناس اللي شغالين فيه فمش عايزين مش عايزين يشوف دايما الجزء الفاضي يعني أنا يعني كنت عايز برضو يعني أتكلم في الموضوع ده بتشوف إيه اللي يضايقها وإيه اللي يزعلها وإيه اللي يعمل يعني أنا أديكم مثال أديكم مثال بعيدة عن الكرة شوي لما كنا في رمضان وبرنامج رامز جلال يعني رامز بيقعد سنة كلها عشان يضحك الناس عارفين إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنسيب الضحك وبندور على الحاجات اللي تعاكننا بصوا ده رامز ده متفق مع الناس ده رامز مش عارف مين جايب مين ومديوله فلوس ده رامز عامل مسلسل يعني الراجل سنة عشان يضحكنا طب ما تتحكوا يا جماعة في المشكلة إن إحنا نتحك ليه نقعد ندور على الحاجة اللي تعاكننا أصل رامز عامل مسلسل طب ما أنتم المسلسلات بتقعدوا تستنوها في رمضان وإنتوا عارفين إيه مسلسلات وعارفين إيه تمثيل وبالرغم من كده بتقعدوا تتحكوا وتعياتوا عليها وهو مسلسل وتمثلية طب ما تتحكوا يعني شوفوا الإيجابيات إيه؟ ليه دايما معاكننين على نفسنا كده ودايما بنشوف السلبيات ودايما بندور بملقاط على أي حاجة تعاكنن الصف والعام يعني الحياة بسيطة والحياة سهلة ويا رب كل واحد دايما بقول كده لغاية لما موت كل واحد يتقي ربنا في كل كلمة بيقولها في كل كلمة بيكتبها لأن والله العظيم حد ينفع حد واللي بتكتبوه ده ومتهيألكوا أنه هو سهل هو صعب جدا وربنا ما بيسيبش كلام اللي بتقال في أي وسائل أعلام صوتية مسموعة مرئية مكتوبة والله العظيم ربنا ما بيسيب بتقوا ربنا واعرفوا أنه إحنا هنقف قدام ربنا وفيش أي حد ينفعنا وأنا تحديدا كمان لا رئيس نادي ولا مجلس إدارة ولا جماهير عشان كده دايما بقول لكو أنا بتكلم بما يرضي الله ده كان الكلام اللي كنت عايز أتكلمه معاكو هاخد أمير يشام التفاصيل اللي عنده أمير أهلا بك أمير أهلا بك ركب تنميدو أهلا بكل المسؤولة دي قناة الأحلي إيه أخبارك عامل إيه كله تمام كله تمام عمد الله قل التدريب كان شكله إيه الحاجات الفنية اللي أنت شفتها اللاعبين كلمني كده بشكل عام عن التدريب النهار ده إن شاء الله طبعا تدريب النهار ده كان تدريب مهمة التعجابة بمواجهة فريق مصر حسين طريق في الإيريش عطائي من ضمع القاتل المتقافر لمواجهات البجموعة بطريقة نادي الأحلي بطولة العربية بالتالي استعادات قوي من فريق نادي الأحلي النهاردة المتقسم لمجموعتين مجموعة لشاركة المجموعة الأخيرة بطفقة أساسية طبعا كان لهم بعض التدريبات الشفائية اللي تخلص من الهيئات بأعقد هذه المجموعة أيضا المجموعة الأخرى واللي كان لهم التدريبات فدنية وبعض التدريبات الكرة خلال مراض جو واللي ابتدت بتحديد الساعة عشر وصباحا بشكل عامل أمور نادي الأمور نادي الأشياء بالنسبة لجهة كانوا اللعبين جابت التنجيده النهاردة كان في تأسيمه برضو مع نهاية المران خلال التدريبات النهاردة أحمد عادل تعرض كادنا قويا نتديا كده بريكلو ما دلش مثلها لنكمل المران بالتالي كانت نطرق كمان هو إلا أكمل المران بطور محمد السموان لكن شكل عامل أمور نادي الأشياء بشكل جيد بعض اللعبين عندهم حالة معنوية مرتفعة جدا بتحديد إسلام محارجة كبت الميد ومتكلم عن اللعيف ده بتحديد بتحديد دين نادي الأهلي نحاولي تنظر بعث يام مشاركة المباراة وقدر أن يحرز هدف أول مباراة كالي معنويات مرتفعة جدا وهو شايف أنه إن شاء الله خطرة ده عادر يعمل حاجة مع النادي الأهلي هو أحد الصفقات المهمة بنسبة النادي الأهلي مؤثرين وقدرون بعض اللعبين عادوا التدريبات النهاردة سواء ساعة تمهير علي معدول أحمد فاتح سامع شهور بعد مكان ديوم راحة من طب البيض فإن كتبت الفترة للطابقة ذات أن هم كانت طبعا بعض اللعبين يشاركوا في فترات كبيرة جدا من الموسم بالتالي كان مهم جدا يكتبوا راحا تشاركوا في التدريبات وكان يوم بعض التدريبات السهلية جد السهلية نسان طبعا استعدادها بالمخالة المهمة المقبلة ومختلف الممارات بالنسبة للمدير أهلي أيضا بالنسبة لبعض المصابين توقع جونيور أغاي صلح جمعة لتنين شاركوا النهاردة بالتدريبات الجمعية بشكل طبيعي وإن شاء الله جاهزين للمباراة المقبلة بتحديد صلح جمعة المهاردة شاركوا التدريبات الجمعية بشكل كامل وقدر شكل جيد جدا مصابات سأسينة بتحديد نفس الحال بالنسبة لجونيور أغاي والذي كان عندي وزهاد خلال المرحلة الموضية طبعا بعض الغروف الأسرية لكن شكل عام الأمور ماشية بطريقة جيدة كابتن ميدور فريق إن شاء الله بيستهدد كل ضوء هو المباراة المقبلة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا مير يعني كلمني أقول لي عماد متعب النهاردة كان شكله إيه في التمرين كان الكابتن أحمد أيوب طلع وصرح إن هو ممكن يلعب المباراة القادمة أقول لي موقف عماد متعب إيه؟ فألينا أقول لك يا كابتن مدن عماد متعب من اللاعبين المحترفين لدرجة عالية جداً من النادي الأهلي وأحد تكبات النادي الأهلي عماد تشارك التدريبات بشكل قوي جداً مهاردة ظهرت بشكل جيد خلال التدريبات جاهز لمباراة المقبلة وهو فعلاً هيكون بنسبة كبيرة من درجة السقائمة التي سيختارها الجهاز الفني المباراة الحاسمة المقبلة لكن هو أدت تدريبات بشكل جيد نحن نزيل بمتعب مهاردة متعب كان عنده أقوبة هو المباراة فوقتها بسا كابتن ميدو لكن مباراة نصر الحسين داي سيكون متواجد وميزة تنين يختلفوا عن أحيانية عمات متعة كابتن ميدو من ناحية فنية طبعاً داخل الملعب بالنسبة للعاب النادي الأهلي والجمهورة النادي الأهلي وواحد اللاعبين اللي يعتبروا جمهورة النادي الأهلي لعيب تاريخي بالنسبة لهم لكن اماد نتعام ان شاء الله حيكون نتواجد بشكل صديقي خلال القايمة اللي حدد المباراة المهمة المقبلة هو مؤتد المهارات التديبات بشكل رائع جدا مجاهز سواء من ناحية الفنية ومن ناحية الدنيا المشاركة بأي توقيت يحدده جهاز سنة سنة المباراة المقبلة او الثلاث المباراة المقبلة بشكل عامك تمام يا امير وقال أيضا برضو كلمنا عن صالح جمعة وهل ممكن يشارك في مباراة الجمعة ان شاء الله صالح جاهز شكل صديقين طبعا يكون احتمال عنده في العضلة الضمت للمرحلة الطريقة لكن هو ان شاء الله هذا بين خلال القايمة ان هو جاهز بشكل جدا ببنيا وأكيد الجهاز الثاني هستطيعين للمباراة المقبلة وحيزا احنا عاديد صالح جمعة تحديد للطبرة ومشارك تحديدها مستمرة ظهر طبعا بالتالي صالح جمعة احد تعديد مديني كده بالنسبة للجهاز الثاني بشكل عربية واللي احنا عارفين كلنا هدفها بالنسبة للجهاز الثاني هو تكسير دعديد للتطولات المهمة المقبلة وتحديد بطول الكياس مصر والاكتر اهمية اكيد البطولة الافريقية والناجل اهلي تحديد فيها بشكل كدير كده وان شاء الله الناجل اهلي يقدر يعودها بعد فترة غياب بالتالي صالح جمعة جاهز للمساكة في المباريات لكن الانتمام للقايمة سيكون حسب الرؤية بانزل الجهاز الثاني لكن الانزل جيرا يكون دعديد في القايمة ان شاء الله القصة بالمباراة المقبلة واكيد نسمى كل التوتيق النادي الاهلي في المباراة المقبلة سواء وفتنا وصعادنا ان شاء الله ظهر نقبل من البطولة العربية او لم نعصف فالجهاز الثاني اكيد حاطف نفسه اهدافها بعينة كنت يجدوا بيحاول حقها من خلال هذه المرحلة وطبعا ان شاء الله النادي الاهلي اقضى النافس المختلفة بطلاط المباراة اكيد امير اكيد ان شاء الله النادي الاهلي قدر على ان هو يعمل اي حاجة في اي وقت زي ما انا دايما بقول كلمنا عن لعبة اللي كانت في اجازات كان شكل التمرين بتاعها عمل ازاي طبعا هم كان عنده حوالي 6-7 ايام اجازة تتميضه كلمهم بعض التدريبات البدنية الخفيفة بعض التدريبات التأهلية المرحلة المقدمة اللي هم رباعي اللي تتضموا بهادة للتدريبات احمد فاتحي علي بعدول ساعة دمير واحساب عشور اسماء الضغير ربط الله السعيد والشريف اكرام ان شاء الله يمكنهم عدية حيوصلوا مصر ان شاء الله هصال القاهرة للمجتمع عدية ومتباعتين ان شاء الله يتضموا للتدريبات التجنمعية مع الفريق وايضا سيكون لديهم تدريبات الخاص تقول تدريبية من التدريبات الجماعية مع طريق الناس الاهل الاستعدادة لمختلف المباريات المقبلة لكن طبعا الصرأ كد تتوحى الشرد العيبة اللي يقاضوا فترة فيها الصرأ حتى تنسيطوا معارض التدريبات مهمة جدا وواضح ان هما عندهم حالة كدية خلال التدريبات الاستعدادة للمباريات المقبلة وهما طبعا العيبة مهمة جدا ان شاء الله هما الثلاث الاجلناس تمام يا أمير كلمني عن انتباع اللعيبة وعملوا النهاردة مع إسلام محارب بعد الهدف الأحراز ومبيرها طبعا في حالة جزء بيها جدا من الجهاز فاني مش بس على إسلام محارب وقالبا على وليد مظهر ووليد أظهر ممكن ما كانش وفق ان هو لا لا ما بتكلمش على الجهاز الفاني يا أمير ما بتكلمش على الجهاز الفاني بكلمك مع اللعيبة مع بعض يعني سعد سمير حسام عشور اللعيبة اللي هي بتهزر دايما وقتدحك دايما عملوا وقيف مع إسلام محارب ومع عمر بركات كمان تمام لا أصدر طبعا فأكيد كلام عادي جدا أن هنوهم عن الأداء أخذال المبروة السابقة سواء أحرازوا أهداف أعظم يحرزوا طبعا عمر بركات وإسلام محارب أحرازوا هدفهم ويكون جدا بالنسبة لنادي الأهلي لكن هنوهم عن الأداء إذا نحن عارسين لعاب النادي الأهلي دايما لعاب النادي تبديك يسردون كدهما بيعرفوا يتعبنوا معايز داي يتعبنوا في أجواء السرقة عشان يقدموا بسرعة أو يدعسيها من الطريق معدين ومدين العادين القدامة في نادي الأهلي وده في الأخير بفصصحة العادين وبالطاعة الطريق خلال المباريات وطلاط المختلفة بسرقة فيها نادي الأهلي لكن الطريق أكيد هميهم على أداء المحلص طاقتها أكيد بداية مدائب 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 تمام هشان محمد عندك معلومات أمير هينضم أو هينتظم في التدريبات إمتى؟ لسه مفيش معلومات أكيدة عن الموعد مدائب 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 تمام قولي أنا شايف عمر جمال حطت شراية اللي هو شريط اللاصق الطبي على ركبتينه هل هناك إصابة أو شيء؟ لا لديه إصابة لأنه كان موضوع كبير خفيف. لكن هذا موضوع من إجاز شكل أسرع. لكن هو جمال سليم ويؤدي بشكل جيد. لو كانش تليم وكانش جاز فان يحطه في المبارئيات الصابقة. والنهاردة التدريب هو بيؤدي تدريبات بشكل طبيعي. كبتن أحمد أيوب أبرز النقاط اللي تكلم فيه مع لعبين أمير إيه؟ كبتن أحمد أيوب السيد طبعاً أهمية الفوز في المباراة المقبلة دون النظر من عدمه لأنه سيكون مترطب على المباراة طبعاً سريق بصلي الأردني ويحدى الأمراضي. بالتالي أيضاً ستكون مترطبة على أحسن تواني السرط للمجانع. أتكلم على أهمية المباراة اللاجنة الزر بسوات اللاجئة. ومباراة الأخيرة المباراة الأخيرة. لكن أتكلم عن طريق استغلال الفرص. هل ستكون موضة واحدة؟ المباراة الأخيرة لديك أفضل على عديد من الفرص كممكن المباراة الأهلي يتزود بجلة الأهداف حوالي 3-4 أهداف بشكل سهل جداً. إنه مقدرش يستغله مهاجمه إذا دي الأهلي السبب أو الآخر سواء لعدم الانتجام عدم الانتجام على المرمى. ذا اللي أكد عليه كابسة أحمد أيض ضروري استغلال. تركيز في النهاء الهدمات ضرورة أحراض الأهداف بشكل مكسر. ده ممكن يكون أنه عمصر إضافي وعمصر مهم جداً للسريء في الحسابات في حالة الصعود كأحسن دوانج مستلال للبطولة العربية. لكن بشكل عامل ستنعيب شكرهم على الأداء. إن شاء الله خلال المباراة المصرية المهمة عدامة في نصر أحسن. تمام يا أمير. إن شاء الله بكرة تمريني بقى الساعة كم؟ بكرة التمرين إن شاء الله سيكون ملعة بطار ستتش بالكثيرة. ساعة ستة. ومن خلاله سيكون سابقاً طبعاً أحمد أيض الفايمة اللي حصلت في المباراة واللي حصلت في المباراة واللي حصلت في مفضلة. إن شاء الله ستمنى أن ناجي الأهلي يتصل نتائجه الجيدة خلال المباراة السابقة. وإن شاء الله يصالحها نفسه في عدده والكوس. وإن أتمنى أن يكون بعض الأهداف واسخ خلال المباراة السابقة المصرية المستخدمة. أمير يعني شكراً جداً على هذه التقطية المميزة. أمير يشام يعني زمينا ومرسلنا من أرض الملعب شكراً جداً لك. دي كانت أهم الأخبار الفنية من أرض الملعب مع أمير يشام الهالكو. وشوفنا كل اللي يخص الفريق إن شاء الله مباراة لا تحتمل القسمة على أي حاجة. مباراة ناصر حسين دا إن شاء الله الأهلي يكتزها. ويكتزها كمان بنصيب وافر أو بعدد وافر من الأهداف. زي ما قلتلكم يا جماعة. شام محمد صفقة مهمة جداً. ناد الأهلي إن شاء الله يكون إضافة ناد الأهلي. شام محمد إن شاء الله يكون معاكم هنا بكرة في استاد الأهلي. عشان تعرفوا منه كل التفاصيل اللي حضراتكو حايزين. هنطلع فاصل عشان نستقبل بيوفنا الكرام. استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد نضميني يعني نجم مص ونجم النادي. محمد الأهلي الكابتن الكبير محمد حشيش. أهلا بيك كابتن. أهلا بيك كابتن. مناور الدنيا. بيك. والشاكة والجمال. ربنا خليك. ربنا خليك. ربنا خليك دائما بتنورنا كابتن وبنسعد بقراءك الفنية. يعني بداية شايف البطولة العربية إزاي قبل ما نشوف الأهلي فيها إزاي؟ هو مبدايا طبعا إقامة البطولة العربية في القاهرة في التوقيت اللي بتمر بيه البلد. طبعا يعني دي حاجة كويسة. بتزود الروابط والصداقة بين الشعوب العربية اللي بعدت خلال الفترة اللي فات نتيجة الأحداث الكبيرة. عشر أندية عربية بتشارك بجمهورها موجود في القاهرة. بينها طبعا السياحة وبيقرف زي بقولك يعني الروابط بين الروح العربية موجودة. خاصة البطولة كانت يعني غايبة عننا بقالها برضو فترة. فعودة البطولة في القاهرة دي يعني من حاجات المهمة في البداية. تاني حاجة طبعا فرصة للأندية إنها تحتك بفرق كبيرة ومدارس كتيرة. مداربين مختلفين من بلاد مختلفة مدارس مختلفة. فدي طبعا بتخلي المديرين الفنيين في التوقيت ده يحط إيدهم على العناصر المهمة. إذا كان حيساعدهم بعد كده في موضوع القيد. أو هيعرفوا النواقص في الفرق بتاعتهم اللي ممكن يستقدموا بها العيبة تانية. وخصونا بصفة خاصة عن النادي الأهلي. فطبعا النادي الأهلي البطولة دي يعني فيه الناس بتقول للإجهاد والنادي الأهلي خارج من دوري كبير طويل. بطولة إفريقية وصل فيها اللي خلاص يعني تك إن شاء الله بإذن الله ويكمل فيها بصفة كويسة. طبعا عنده لعبة كثيرة ما لعبتش خلال الموسم. فرصة كبيرة إن هو اللعبة دي تحتك في بطولة قوية ومنافسات قوية مع فرق قوية. يقدر يحطه برضو إيده على العناصر اللي ممكن هتكمل معاه أو ممكن يقدر يعمل مثلا إعارة لها. فيه أماكن معاينة هيستقدم لعبة منها. شفنا المبارات اللي فاتت خلال المباراتين اللي فاتت بتوع النادي الأهلي. المبارات الأولين والمبارات التانية. فاي صاليه ولا الوحيد. بالضبط كده. النادي الأهلي طبعا فيه عناصر جديدة دخلت على التشكيل الفريق. عشان يريح طبعا عناصر الأساسية للبطولة الأهم. ما حلفش التوفيق النادي الأهلي في المبارات الأولينية. يمكن نتيجة لبرضو العيبة اللي لعبت كان بالها فترة ما لعبتش. فأول مباراة ليها بعد فترة كبيرة قدام جمهور. وفي بطولة برضو الأهلي بيسعى إن هو يحققها. طبعا كانت ممكن في بعض العيبة ما ظهرتش بالمستوى المطلوب. كمان النادي الأهلي خسر نتيجة برضو سوء الحظ. جون نتيجة الغلطة من أحد المدافعين طبعا. بالضبط وعمرها بتحصل من نجي. وعمرها بتحصل من نجي. خالص يعني بالشكل ده. وطبعا الأهلي ما قدرش يتعادل أو يكسب. إنما شوفنا في المبارات الثانية اختلاف كبير جدا جدا. اللعيبة كثيرة جدا استعادت مستواها. اللعيبة ظهرت مستوى عالي جدا. فيه اللعيبة بتلعب لأول مرة ظهرت مستوى عالي. ناس كانوا بقالها فترة بعيدة عن ملاعب نتيجة للإصابة. أعتقد أن النادي الأهلي عملوا براها كبيرة. كان يعيبوا بس حاجة واحدة بس. وهي الاستعجال. كان مستعجل. المكسب النادي الأهلي نازل. طبعا خسر المبارات اللي قبلها فعايز يكسب المبارات. وطبعا كان المكسب ضروري. لأنه أي نتيجة غير المكسب كان ممكن يخرج برا البطولة. كان مستعجل. استعجال كتير. وكان وبان أنه بيوصل لي الجون أو مرمى الخصم. وصلنا كتير جدا جدا. كان بس فيه استعجال وفيه صربعة. وكان فيه نوع من الأنانية اللي في بعض اللعيبة اللي عايزة تظهر مستوها. وعايزة تثبت وجودها. العامل دي كلها خلت النتيجة تنصف. طبعا النتيجة في المقام الأول تلاتة تلاتة بونت. دي كانت حتمية. كنا نأمل فيه طبعا أهداف أكثر من كده. لأن الأهداف ممكن تبقى هي الفيصل في صعود النادي الأهلي أو عدم الصعود. أكيد يعني حضراك تفرجت على المباراة كاملة. المباراة طبعا. شفت لقطة يعني أنا هميني لقطة ميدو جابر. تماما. المقطة اللي ضاع فيها الهدف. آه. والضحكة اللي تحكها بعد الهدف. الدحكة دي حضراك تفسرتها إزاي؟ آه هو إحساسي إن هو حاسس إن الكرة ما عندها. يعني الكرة مش مش ماشية معها. مش نتيجة لحاجة تانية. هو يعني الساعات الواحد لما بيكون بازل مجود كبير خلال فترة كبيرة ما بين المباراة. وبيلازموا سوق التوفيق. آه طبعا لما تيه كرة زي دي وكرة سهلة جدا جدا جدا. كان ممكن بنوع من التركيز الأكتر من كده أو لو فيه توفيق تبقى هدف مؤكد. فهو الدحكة دي نتيجة إن هو يعني يعني خلاص. بيبص يعني بكلم ربنا بيقول له يعني مش معقولة دي ضع مني أو كل هدف يعني. أنا عشان كده سألتك لأن الدحكة دي أثرت في ناس كتير قوي. آه. يعني ميدو جابر بيتكلم بيقول إنه يعني أنا مش مش أنا. أصحيح. اللي ضايع الفرصة السهلة دي. بالضبط. لأنك كل دي مع مع مقصة يعني كلها جوال. طبعا وأصعب أصعب بيكون سهلة جدا. هو بيعاند نفسك. آه. يعني ميدو عمالي يعاند نفسه للأسوأ. صحيح. مش الإيجابي. صحيح. يعني هو بيحاول إنه لا أنا لازم أقنع الناس إن أنا ميدو جابر. هي دي المشكلة. عشان كده بتيجي دل السؤال بتاعه. آه هي دي المشكلة. يعني ميدو الناس كلها عارفة إنه لعيب كويس. ولو ما كانش لعيب كويس ما كانش النادي الأهلي أساسا. بالضبط. فكر إن هو يجيبه ويضمه للفريق يعني. إنما اللعيب المفروض يبقى أسكن كده. لما أنا أحس إن أنا في بداية المباراة اللعيبة بقى اللي عندها خبرات. لما بتحس إن في أول كورة وتاني كورة. الكورة ما عندها بلغة الكورة. لازم ألعب السحل. بالضبط. لازم ألعب السحل. لغاية ما وصل للأداء الكويس. إنها ما هعاند وزبط في كل كورة. إن أنا لازم أحط جون عشان الناس تأكد إن أنا نلعيب كويس. لا مش هانف. وبعدين الكورة انت عارف. انت لعيب كورة وعارف. الكورة ما بتتعانيتش. بالضبط. يعني الكورة ما بتتعانيتش. دي اللقطة هي كابتن قدام حضرتك. آه. لا هي التانية. التانية. حاولت بيب التانية يا جماعة. التانية أسهل. حاولت جبه تانية اللي هي كان بصت عملتله التحت. بالضبط. آي اه. وهو.. وتردد ده أنا عايز أقولك ده لهو كان ممكن يوقفها كمان توقيفة يسندها وضمنها أكد. آه بالضبط. بالضبط. يعني حاولت جبهوها كده. آآ. آآ. أعتقد إن هي دي. هي دي يا. أيوة بالضبط. هي دي. هي دي. على فكرة عنده بساحة أقرب واحد له على بعض كبير منه. يعني كان ممكن يضمنها. هتبان كمان من ورج ون اخر يعني ده باسم طبعا ضربة جزاء بص بص فين يميده بقى هو الراجل اللي قدامه واق على الارض بص ممكن احطها اسندها بس سندة واحدة واضمنها وعايز عايز يعمل اي حاجة فده ده دي المشكلة طبعا العصبي بالضبط يعني ده ده يقول ان الشخصية كابتن بتختلف من مكان لما كان مليون في المية حتى لو مدربين يعني ممكن مدرب يبقى ناجح قوي مع فرقة هادية نوعا ما ملايش جماهير مفيش تحت يعني نادي الاهلي دايما مختلف بص عميدو عايز اقول لك حاجة النادي الاهلي مختلف عن اي نادي في مصر الفن اللي بتاعته لها قيمة كبيرة جدا 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 جمهور كبير جدا جمهور دايما باصص ان انت بحزبك على الباصة حضرك لعدت ضد نادي الاهلي طبعا انا جايلك بقى في كلام عشان اقول لك الفارق انت بتلعب في النادي الاهلي لو بصيت باصة غلط في المطش كنت بتطلع تقنى بنفسك انا كنت بقنى بنفسي وارجع تفرج على المطش والاعدة اقول لي انا مكانش الكرة دي كرة واحدة باصة مش مثلا جبت جمه في نفسي ده باصة بس غلط في نص الملعب عشان النادي الاهلي جمهوره كبير ومركز اوي مع فرقته اوي ومركز مع لعبته والاماكن المكان فيه تلات واربع لعيبة في النادي الاهلي لما كنتش انت هتبقى بالصورة دايما كويسة على طول في الثانية عشان يجيلك بقى تلفه وجيلك تاني صعبا انا طبعا بقولك الكلام ده عن تجربة لان انا لعبت في النادي الاهلي ولعبت بعديه في نادي الماولين العربي اكبر جمهور في مصر لنادي مالوش جمهور حضرت لعبت بعد الاهلي بعد الاهلي طبعا بعد الاهلي رحت الرئيان القاطري مش هتحس بخضة الفنيلة بالزبط كده خالص وخصوصا كمان انت راح نادي مالوش جمهور نادي شركة نادي مش نادي وحضرك بتسخن في الماولين لا انا خالص وانا انا نازل عليك مش هتحس بالخضة لا طبعا انا بقى حسيت بيها انت حسيت بيها انا كنا في امبي مع ان النادي الاهلي لما انا رحت النادي الاهلي ابي ده احنا كنا بنشوفكم يعني امبي قلتنوا متعارفوش بي احنا كنا عمليه ازاي ايو صحيح انت شوف مابنبصش على الاشخاص الفانيلة نفسها كنا دقيقة قلبنا بتزيد مسلا ٣٢٠ دققه فقالا وال له بين صحيح دي حقيقة مهما كنا حتى احنا كنا بنكسب الاهلي وكنا عاملين حاجة جميلة او مع انبي لكن فانيلة الاهلي مختلفة لا لا خالص حشان تقول الحمп اه تسليت اضواء على النادي الاهلي اعلام trouvé واناو خلي بالك اللاعب النادي الاهلي عليه الأضواء جوه الملعب وبره الملعب وكل تصرف بيتصرفه أي لعيب خارج الملعب بيبقى محسوب عليه الاندية التانية غير كده بيه خالص حاجة تانية خالص احنا يعني دايما بتكلم على امبي لأن امبي كان هو النائر ونائر من الاهل كنا احنا في امبي نقول لها جماعة اللي ملعبش في الاهل ملعبش كوان لأن كمان اللي راحه الاهلي من اندية يعني انا اقول لك الكلام ده انا حسيته انا حتى في الاهل ادي تسانية حاوالي بص ولكن انا البص ايه ده ياجماعة ده احنا هنا احنا في امبي بنخب الكورة ㅇ وخالص لكن في الاهل اه فعلا وعمل مفع مختلف وبالرغم من كده كفت المحمد وبالرغم من كدها النادي الاهلي متماسكavait الحاكم النسا ح emphasizing dayman digamos Toom صحيح النادي الاهلي دايما واقف على رجلين مظبوط وبالرغم من كده كمان الناس مش حاجبها. فصرا لي المثار صاري دي. النادي الاهلي يعني حاجة كبيرة جدا جدا بعض من الناس بعض من الناس طبعا مش كل الناس جمهور النادي الاهلي برغم ان النادي الاهلي اكتر نادي يمكن في الوطن العربي ودلوقتي بقى عالميا كمان حاصل على القاب سواء محلية او قرية ودولية دلوقتي كمان ببطولة العالم الاندية وانما جمهوره جمهوره اي بطولة يدخلها النادي الاهلي عايزوا ياخدها برغم المسافة الكبيرة الجاب الكبير بين النادي الاهلي والزمالك اللي هو المنافس التقليدي ده كان بطولة وده كان بطولة فرق كبير جدا الى ان الجمهور النادي بيصر ويصمم ولا تنازل عن اي بطولة تدخل النادي الاهلي يعني اي بطولة النادي الاهلي او مسابقة النادي الاهلي بيخشها الجمهور عايزوا يحصل على البطولة مش عايز وتغيلي قالص ومورات الودية فدي حاجة مش هتلاقيها في اي نادي تاني يعني اللعب النادي الاهلي ولعب اي نادي تاني القصة مختلفة تماما من هنا بتكمن الصعوبة او الضغط العصبي اللي على اللعيدة لعبة النادي الاهلي في التمرين بيبقى عليه العين احنا كان فيه ناس تيجي تكلمنا من جمهوره احنا خارجين من التمرين اقولك ايا كابت النهاردة في التمرين انت مريح شوية انت كنت كذا انت كنت كذا تخيل في التمرين فما بالك المتشاط كان بقولك بيحسبوا الباص يقولك انت فيه كرة قطعت منك مثلا في الديئة كذا عمرك ما كنت انت بتعمل في اللاوات التانية في المولين كنت بالعب بروح جدا جدا وفيش حد بيشوفه ويمكن تعمل مباراة قوية جدا جدا وطلع محدش واخد باله ولا حد لأسباب كتيرة شعبية النادي الاهلي جوه مصر وبره مصر تسليط الضوء من الاعلام كذلك المنتخب دايما عينه في المقام الاول على احنا دايما نقول النادي الاهلي كويس ومتفوق وفي المراكز الاولى يعني متخب مصر كويس فكل العوام دي تخلي النادي الاهلي عشان كده فيه لعيبة كتير جدا ميدو جدت النادي الاهلي وماستحملتش كانت لعيبة متفوقة جدا في عندها تانية جيدا جي النادي الاهلي مقدرش يستحمل بضغط العصب ومشوغد على كده عشان برضو أرجع أقول برضو يعني دايما ولادي النادي الاهلي اللي هم من فرق الناشئين بيبقوا خدين على كده بيبقوا تربين على عدم الخسارة دايما مكسب على طول النادي الاهلي لا ماينفعش اننا تعادل أو أخصر دايما عيني على البطولة أي بطولة سواء دوري أو كاس أو 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 ماتشات ودية لو حتى رحلات ماتشات ودية في الدولة العربية ماينفعش ان انت تخسر مرة أنا قلت حدا قبل كده كنت معي برضو مرة كسرنا وقتوبسنا في الكويت طبعا لعب ماتش اعتزال حد طبعا كسرنا اثنين واحد أو تلاتة اثنين صحيح 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 بص بقى العكس لو انت بتروح الدولة العربية وده كان العادي يعني الحمد لله ان انت بتكسب بتشوف المصريين في الاستقبار رئيس جمهورية من المطار لغاية القتيل عليك حراسة عليك امن اللي بيجي يتصور مع فرقة النادي الاهلي كان بيتفع فرص عشان يتصورها مع لدة النادي الاهلي فالنادي الاهلي يقيمها طبعا كبيرة وحاجة كبيرة وان شاء الله اتمنى البطول العربية اللي احنا فيها ان المطش الاولاني ما يكونش له تأثير الخسارة دي المكسب كويس اللي فات ان شاء الله انا متأكد واصف من اللعيب ان شاء الله المباراة القادمة ان شاء الله مع نصر حسين داي نادي الاهلي يكسب وان شاء الله يكسب بسكور تحسبا لنتيجة طبعا الفيصالي مع فرقة الوحدة لو كسب طبعا هو اللي بيترشح كأول ان احنا بالاهداف ان شاء الله وبالنوات ممكن لخش احسن تانية انا عايز اكلمك كبيرة محمد برضو في حتة يعني لما عادت قلت ليه اللعيبة يعني لما يكون مدير فني موجود كابتن حسين بدري بقى عامل ضغط شوية على اللعيب مدير فني بتاعي صحيح فانا ليه اللعيبة ما تحررتش شوية يعني لهم في الماتش طبعا بال في الماتش الفيصالي ان هم مش تحرروا للإجاب لا تحرروا للسلم صحيح طب دي ايه دي شوفتني ازاي ازاي حسين ممكن يقولك انا اسيب اللعيبة على حريتها شوية فديها حرية شوية بحيس ان كل واحد مايبقاش بقى شايفني بره ايه لا انا عايز اللعيبة يطلع كل حاجة عنده ايه فدي ممكن لها حاجتين ممكن ده كله تأثير سلبي ان بعض المدير الفني عن الفرقة ده له تأثير ان انا برضو المدرب بتاع المدير الفني مش هوقف على الخط انا تعودته انه وقف على الخط ويبقى فيه توجيهات وكده دي ثقافة لعبة طبعا مليون في المية طب احنا دي عندنا الثقافة دي مش موجودة ان انا التزم مهما كان انا انا شخصيا كان لعيب ايه ثقافة بقى من الناشئين طبعا ولا ثقافة بتبقى زي زي بقولك مليون في المية بتختلف عن لعيب عن لعيب فيه لعيب واخد على فنلة النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وتربية النادي الاهلي ودايما هو حاطت في دماغه الفنلة الحامرة بغض النظر عن مدرم انا بحاول ادعم كلامك طبعا لا 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 تمام زي ما شوفنا حسام غالي مبارح صحيح كأن مثلا واقف مديرين فنين الدنيا كله برعب هو حسام غالي شخصية حسام غالي لعيب كبير لعيب في النادي الاهلي على المستوى الأشبال وعلى المستوى الفرقة الكبيرة اتمرم مع مديرين فنيين كتير جدا جدا حسام غالي النادي الاهلي بيلعب حسام مجرد مسال دايما بيتحمل مسئولية الفرقة كلها حسام دايما بيحط نفسه كقدوة للعيبين اللاعبين لأن حسام لهو ما تحركش في الملعب وتخازل وكانش عنده الروح لأنه هو يكسب وهو هتتنقل لبعض اللعيبة لأن معظم اللعيبة التانية صغار في السن فطبعا دي بتفرق جامد أول بعكس اللعيب تاني زي ما بقول لك ما كانش بيلعب الفترة اللي فاتت ابتدى المباراة اللي فاتت قدام جمهور حاجة محطوط تحت ضغط عصبي ونفسي هو مش متعود عليه في أندية تانية قبل كده دي اللي بتفرق اللعيبين عن اللعيب دي دي حتى بقى اللي بتكلم فيها كفا طبعا مليون في المئة أنا ليه ما مطلعش بقى كل اللي عندي يعني أنا ليه ما أقولش هو أنا موجود يعني فيش فيش علي حتى ضغط كمان وممكن ممكن يكون الكابتن حسام أصد أنه يعمل كده عشان اللعيبة دي تطلع كل حاجة أنا أقول لك حاجة ميدو اللعيبة الفترة دي محظوظة عن أيامنا إحنا أيامنا لو تفتكر كان المركز فيه ثلاثة واربعة أنا كنت في مركزي تماما وعايز أقول أه وعايز أقول لك اللي عاديين بره احتياطي دول منتخب مصر مش مجرد يعني أنه هو فيه بديل وخلاص لا ده البديل بتاعي كمان منتخب مصر فكلنا ما بنصدق أن إحنا الفرصة تيجي بتبزل كل جهدك وكل طاقة عندك كأنه آخر ماتش بالنسبة لك لأن عارفين ومتأكدين كويس لو أنت لعيبة 50-60% مش هتلعب تاني يعني لبقى بتحصل ظروف وتلعب تاني بعكس الناس دلوقتي اللعيبة تنادي الأهلي لعيبة نادي الأهلي دلوقتي اللعيب ممكن يبقى في مركزه ومفيش حد أو البديل مصاب أو أو فممكن ياخد فرصة أن يبقى وحش يلعب تاني وتهل ترابع دي ما كانش متوفرة فعايز أقول أن لازم اللعيب في النادي ما يبصش للفنلة الحمرة أنا نازل عشان خطر الفنلة الحمرة ما ينفعش أن نادي الأهلي يتعادل أو يخسر ما ينفعش أن البطولة عربية بقالها فترة كبيرة وموجودة على أرضنا وفي القاهرة أن احنا نخرج لقدر الله من الدور ده أو ما نكملش أو 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 لا نحنا بنلعب على البطولة وإن شاء الله بإذن الله البطولة بإذن الله أهلوية أهلوية يا رب إن شاء الله بإذن الله يعني حتى لو حتى لو ما كانش البطولة أهلوية لكن أنت كده استفدت فعليا أنت شفت العيبة حكمت على العيبة آه كنا عايزين ما تشاهد كمان نستمر علشان شاء الله نستمر للإذن الله لكن شفنا إسلام حارب مثلا شفنا طبعا أظهروا بروا بالاستجديد طبعا يعني أنا عايز أقولك بأمانة يعني لو حللنا الفرق كلها اللي موجودة في البطولة بعد مباراة الجولة الأولى وجزء من الجولة التانية لا فعلا النادي الأهلي مرشح بقوة ويعني لو اتفرجنا على خالص خالص نهائي بدليل إن الدنيا كلها تغيرت أنت تفرجت على مستوى بعض المتشات التانية يعني 50-60% مستوى الفرق إنما النادي الأهلي بالمباراة اللي فاتت يعني أعتقد إن شاء الله لو كمل بإذن الله وهايكمل لا حموك نوصل النهائي وإن شاء الله يكسب البطولة أكيد يعني خليني برضو في نفس الأفرادة كنت محا يعني خليني أنا كنت بتكلم مع السادة المشاهدين قبل ما حضرتك تشرفني يعني ليه دايما بتشوفوا الحاجات السلبية أو بعض الناس أو مش عايزش يعني أقول أوصفهم لا أنا أخليها في العموم ليه دايما بيشوفوا الحاجات السلبية بس سمع إن الحاجات السلبية عندك ما شاء الله ما شاء الله وليلة جدا ومش مكشوفة جزية أندية تانية يعني تمام يعني فضائح على الملأ تمام بالعكس أنت محافظ على نفسك بالرغم من من أنت ناد الأهلي والناس عامل لك مليون حساب وبتنزل المنافس ببقى يعني مثلا قد مستوى الطبيعي مليون مرة يعني ليه دايما بيشوفوا الجزء الفوضي اللي هو قد دي كده دي الضريبة اللي بتفعها النادي الأهلي ودي يعني أنا مش هعمم طبعا في قلة اللي هما بتشوف بس الحاجات السلبية اللي نفسها تشوفها خلي بالك من الكلام في ناس عايزة تشوف سلبيات إنما الناس السوية لا يبصوا على المستوى أو الصورة ككل ما يبصش على جزء لأن الصورة كاملة لا النادي الأهلي الحمد لله في استقرار فني موسم كامل بتحصد بطولة الدور العام قبل الدور ما بينتهب فترة كبيرة عمل ريكورد عمل نقط يعني فرق نخط كبيرة بينك وبين التاني ما فيش هزيمة خالص طبعا أنت عايزة أكثر من كده في مرحلة تخلي بالك بناء فريق جديد للنادي الأهلي يعني الفترة اللي فاتت برضو أنت بتحاول أنك بتدعم من قطاع الناشين مع استقدام بعض اللعيبة المميزة النادي الأهلي بيستقدم بعضه لعيبة اللي هو محتاجها ما بيعملش زي الأندية التانية أنا برص لعيبة جنبي وخلاص وهم مش عارفين أنه كتر النجوم أو كتر اللعيبة ده ممكن يؤدي نتيجة عكسية زي ما احنا شايفين في بعض الأندية التانية أنت دلوقتي ماشي في بطولة أفريقيا بشكل كويس قوي بنساء إن شاء الله ونكمل في أندية تانية مثلا خرجت من البطولة فأنت عايز إيه أكثر من كده خلي النادي الأهلي أو أنه دائما بر المقارنة بصراحة بالضبط أنا بكلمك كنادي أهلي كنادي أهلي بس وحضرك يعني طبعا أجابت على السؤال لكن هي علامة استفهام فعلا يعني ليه بتشوفوا دايما الجزء الفاضي ليه ما بتشوفوش الحاجات الإجابية عادة النجاح موجودين في كل مجال وفي كل حتة في ناس لها أغراض خاصة وتوجهات خاصة يعني أنا طبعا بستشهد برأيك عشان طبعا حضرتك يعني قيمة يعني ربنا خلي الناس بقى اللي هما بطلعوا يعني بينا شوفهم في التلفزيون الناس المنورة دايما كده لما يطلع يتكلم على العيب الأهلي جاب مش عارف هو مالوش لازمة وللأسف بتبقى أسماء المفروض يعني ان هي لها الرأي في الشارع الكروي أو الشارع الرياضي ولأ وازاي وفلوس وتاني يوم على طول لما العيب دا مسلا يجيب جولت ظهر بمظهر لأ بصراحة احنا قلنا وهم هم يعني الناس دي ما بتشوفش نفسها عايز أقول لك حاجة ميدو الانتقاد سهل قوي حتى لو انت كامل الانتقاد سهل قوي الهدم أسهل منك تبني بالزبط وفي ناس عندها حاجة كمان خالف تعرف لما جنى حاجة مستقرة وحاجة كويسة وحاجة ماشية واجي أطلع فيها أخطاء الناس هتبصي لي والله بص بيتكلم كذا كإزب وانتفاهم زي يعني خالف تعرف هو مش معروف للأسف ومش متشاف ومش موجود والله في ناس بتشاف للأسف فلازم يعمل فرقع يعني في ناس بتشاف للأسف وكمان للأسف كمان بقى عندنا يعني أنا آسف يا جماعة في التعبير بقى عندها المؤدب بنقول عليه ضعيف صحيح وصاحب الصوت واللي هو بيقعد يعني يعمل اللي ما بتعمل بقى هو فعلا صاحب صوت والناس بتبقى عادة في الاستوديات عاملة كده وفي منتهى الأدب يعني وممكن كمان يحطوا صباحهم في بققهم الأدب زي ما نقول لك يا ميدو هو قلة الأدب سهلة قوي قوي إنما الاحترام والكلمة الطيبة والسلوك الجيد ده صعب وخصوصا لما أنت ما تكونش متعود عليه البيئة اللي أنت خارج منها مشكلة فصعب إنك تعمل الكلام دي في ناس زي ما بقول لك بتعمل فرقعات عشان تبقى موجودة بغض النظر بقى إن هي المفروض إن الكلمة دي أمانة اللي بيقعد قدام الشاشة ده المفروض يكون على مستوى الناس اللي قاعدة بتتفرج اللي بتفرج عليك مستوات مختلفة في واحد ثقافته محدودة في واحد مصقف جدا فيه 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 فلازم تبقى أنت على مستوى الجميع مستوى الجميع فيه ناس بتنقاض بتتأثر فعلا بكلام المقدم البرنامج أو المعلق يعني ناس بتنقاض إحنا شعب بطبيعته طيب بالظبط كده فعشان كده كنت والله قبل ما بتدخل كنت أقول لهم يا جماعة يعني اتقوا ربنا ودهما بقول اتقوا ربنا لأن ربنا اللي يسألك لا واحد رئيس نادي هيش فعلك خالص ولا جمهورة يشفعلك بنشوف ناس فعلا متزنة ما بيفرقش مياه معها مين على الكرسي النهاردة ومين لأن احنا تعودنا في مصر إن الكراسي بتتبدل وخصصا في الفترة الأخيرة بتتبدل بسرعة أوي واخد بالك إزاي فمش هينفع ألا الناس والناس دلوقتي بقت بتفرز بتفرز الكويس والوحش وبعندها خبرات لأن القاعدة وسعت قوي زمان لو حنتكلم على فترة مثلا أوائل التمانينات كان فيش قناة واحدة وبرنامج أسبوعي وواحد أو اثنين بيبدلوا فيه دلوقتي الفضائيات مليانة والبرامج كتير وكده فالناس بتفرز والناس برضو في الأول وفي الآخر بتروح للإنسان اللي حاسين إنه هو بيتكلم بمصداقية ومش متقلب ومش على حسب الموجة اللي ماشية أو أنت عارف سياسة القطيع واخد بالك واحد يقول كده روح الموجة ماشية فطبعا الأمور مختلفة فعلا فعلا طيب نطلع فاصل نطلع فاصل نطلع فاصل ونكمل مع كابتن محمد حشيش المشرفين ونوارني فاصل ونرجع لحضراتكو على طول استنم محمد حشيش نجم مصر نجم 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 الأهلي أهلا بك مرة تانية أهلا بك تعال نتكلم على أقشان محمد شوية والصفقة والأقويل والفلوس قل لي شايف الصفقة ازاي طبعا هي صفقة ممتازة في رأي الشارع صفقة ممتازة طبعا لعيب محترم أنا معرفش طبعا النادي الأهلي فرد فيه قبل كده ازاي ممكن تكون برضو نتيجة لظروف معينة موضوع العارة في الأول وبعدين بيع وبعدين وممكن مستوى اللعب يتطور ممكن ممكن برضو باللعب لما أخذ الفرصة كاملة بقى على مستوى عالي برضو منساش انهو برضو لعيب منتخب قبل كده منتخب ناشئين ولعب كاس عالم ناشئين اللي كان في القاهرة برضو لعيبة المنتخبات بتبقى لعيبة مميزة بس هي برضو ممكن تكون ظروف زي ما انت بتقول ظروف التوقيت اللي سابه والنادي الأهلي فيها ممكن تكون في مكانه وكان في ناس متفوق وفعلا كان في ناس متفوق في مكانه أثبت انهو لعيب جدير بالنادي الأهلي طبعا شافه صبقة كويسة محتاجينه في المركز بتاعه الديفندرات اللي هي بتكمل ودي حاجة حاجة مهمة جدا يعني فاعتقد ان يعني رجع لبيته تاني وأتمنى ان هو يعني يكون على مستوى النادي الأهلي تاني ويكمل بصورة كويسة يعني طيب بالنسبة للقيمة بتاعته بص احنا احنا في فترة احتراف انه بكلمك هو يعني بكلمك هو يعني فيش حاجة ما بنتكلمش فيها يعني بنتكلمه ابو انتظ صراحة قدام حضرتك بص دي بتخضع انت عارف دلوقتي سوء اللعيبة بالزبت والعرض والطلب زي ما بقولو فهي قيمة واللي بيحددها طبعا النادي صاحب اللعيب دلوقتي وهو طبعا النادي المقصة هو لحدد القيمة قيمة التسوقية بتاع اللعيب طبعا في عنديها الثانية وحنا عارفين طبعا كانت تتبارى انها عايزة برضو تحصل على طبعا توقيع اللعيب طبعا اعتقد ان الشام طبعا راجل اهلاوي بالفطرة والطبيعة والعيب اساسا النادي الاهلي فاعتقد رجوعه للنادي الاهلي ده زي بقولك ده مكسب كبير يعني ياريت الناس كلها تكلم بقى فيه انه وحق الفنية واحتياج النادي الاهلي تبعد عن ده بكام وده مش بكام وكام لان احنا ممكن بنعوض بعد كده الصفقة دي في بيع لعيبة ممكن تعوض ممكن يمكن تعمل برضو فائد للنادي الاهلي فهي ظروف ظروف انتقال اللاعب او انضمام اللاعب في التوقيت ده زي بقولك بتاخد عليه العرض والطلب واللي حدد القيمة دي هي الراجل صاحب صاحب العيب او هو صاحب الحق فيه اللاعب انه هو يحدد سعره كام يعني هو العيب متميز كان تقريبا من احسن اللاعب اللي موجودة في المقصة طبعا فممكن يكون الرقم ده يعني مبالغ فيه من ناحية المقصة لانهم لو ما حدش دفع المبلغ ده فانا اللاعب بتاعي موجود وانا استفيد به وخصوصا ان انا بلعب في افريقيا كمان والله جاب المبلغ اللي انا طلبته وماشي خير وبركة ممكن اقدر اعوض اللاعب بلعيبة تانية طب تعالا تعال نرجع شوية او نقول العكس عشان محمد الالي مخدوش عشان مبالغ فيه في كمته المالية وخده نادي تاني تمام وتفوق في النادي تاني لا مش هو تفوق احنا مش هنقول تفوق احنا نقول دلوقتي حاليا زي ما حصل قبل كده فيه لعيبة كان النادي الالي عايزة تعطلت شوية المفاوضات راح تقول راح نادي تاني النادي الالي تسلخ انتو اصلا انتو اصلا امتعفوش تخلصوا اصلا انتو بطاء اصلا انتو مش عارف ايه بعد كده كذا الصفقة محدش بتكلم اجابيات لا ما فيش اجابيات بين الكلام احنا كده هنرجع لايه لا انا بكلمك بقى تعال نقول بقى انشان محمد خلاص يا جماعة احنا احنا انشان محمد بصراحة كانت الفلوس كتير اول شكرا نادي المقصة وراح واخده نادي تاني بقى المسلا المليون صحيح كان هيبقى الكلام ازاي لا كان هيبقى فيه تقطيع جامد تقطيع جامد طبعا من المجموعة او القلة اللي احنا بنقول عليها اللي هي دائما اعيز اللي هي هي بص اللي هو مش يعني ما عجبوش العجب عايز كذا يقطع انا بدأت الانترو ما عجبوش العجب حتى والله يعني فعلا اللي هو عايز يعني في جميع الاحوال مش عاجبه ليه لانه هو اساسا مش مقتنع بالوضع فاي حاجة هتتعمل ايجابيات هتبقى عادية سلبيات كارسة هتفهم ازاي واحنا ممكن يبقى لك ايجابيات اي حد في الدنيا له ايجابيات وسلبيات بس مين اللي بيتكلم مين اللي بيظهر الايجابيات ومين اللي بيظهر السلبيات ومين اللي بينايم الايجابيات وخليها دي عادية دي حاجة عادية هتفهم ازاي القصة مختلفة قصة مختلفة تمام اكيد فعايز اقولك ان بس ده ده برضو عشان نبقى برضو متوازنين في الكلام بتاعنا احنا ده بيدي برضو يعني انذار للمديرين الفنيين او المسؤولين ان هو برضو يعني عشان يفرد في العيب لازم يبقى فيه لجنة وناس كويسة قوي وناس بتعرف تبص كويس وبتعرف تقرأ عن لونج ران النادي الاهلي هيبقى محتاج ايه ومش محتاج ايه لان انت ممكن ممكن يبقى السعر اكتر من كده ويعني النادي الاهلي قدرته مثلا في الفترة دي ما تقدرش تدفع الكلام ده بممكن اللعيب بتاعك ينتقل وحيبقى في الاخر برضو ان ده لعيب ابن النادي ولعيب كان في النادي وانت استغنيت عنه حيدخني في حتة صغيرة دلوقتي برضو لازم اقولها ان برضو قطاع النشئين في النادي الاهلي سمعنا في الفترة الاخر ان في مسألة دمج موضوع الدمج ده النادي الاهلي حيفرط في لعيب التير يمكن دمج الاعمار الاعمار 2003 و2044 مع بعض اتنين واحد 2097 و98 الجهاز الفني اللي جيء او الرئيس قطاع النشئين والجهاز بتاعه اللي جمس دكتور عمر طبعا وهو طبعا على راجل يعني ما يختلفش عليه اتنين يعني هم جم وقرروا القرار ده طب ليها كبت؟ انا مش عارف وللأسف هم يعني ما شافوش اللعيبة خلال السنين الفاتت او السنة الفاتتة على الاقل يعني على الاقل تأدير فعملوا الدمج هم بعدك هلها شايفة صغيرة صحية ولا لها سلبيات؟ لها سلبيات طبعا كبيرة وانا حاسس ان الفترة اخنية كمان الدكتور عمر ابتدى يعني يتراجع عن الموضوع ده ففك تاني يعني فك تاني الفرق يعني ساعة و سعين مع الفين رجع الالفين حل الفترة اللي فاتت سمعنا انه هيرجع كمان التلاتة والاربعة فاضل اللي هي فرت الفين واثنين تمام نأمل انها هترجع لان انا سمعت برضو من خلال يعني مركزي كمنطقة القاهرة ومنطقة القاهرة ان فيه ولاد من النادي الاهل ابتدوا يمضوا في ام بي وفي المقولين وفي حتة كتيرة ان انا موجود وعارف طبعا اللي هي علاقة بالاندية كلها لا تلاقي كبت محمدين قعد امام محمدين قعد فعلا مستنين وفيه ناس وفيه ناس قريدي مضت بس مستنين القايمة اول ما تظهر مش موجود يبقى اللعب بتاعهم اللعبة دي بقالها سبع وثمان سنين في النادي الاهلي من الاكاديمية للقطاع للبراعم للمسابقات شربوا وموية طبعا وتعودوا وخدوا خلاص حفظوا مبادئ النادي الاهلي وحبين النادي الاهلي يعني ما ينفعش ان انا في يوم وليلة بجرة ألم او بقرار ان انا اسيب النادي طب ما تدي فرصة انا كان في تفكيري ان هما هيسيبوا الوضع كما هو عليه لغاية ما يشوفوا السنة دي ايه الوضع والسنة الجاية يبتدي لان انت عارف الدمج ده بيبقى على مراحل لازم اشوف انا بعيني كويس لان انا مش هعتمد على تقرير مدرب تعارف المدربين ممكن يبقى لهم اهواء شخصية بعض المدربين مش كلهم يعني فيه لعيبة كمان خصوصا السن الصغير جميدو بيبقى في مرحلة نمو يعني انت عارف السن الصغير ده وانت دربت فرق لشهرين فترة كبيرة الله ينور عليك شهر عن شهر فما بالك سنة فيه ناس لسه موصلش السن البلوغ اللي بينمو الجسم فيه فالسن ده خطير لو انت عايز تدمج ادمج الفرق الكبيرة اللي هي 97 و98 لان انت عارف كويس او ان اللعيب وصل ل 17 و18 سنة خلاص لو مش كويس يبقى مش هيبقى كويس لو كويس لازم يلعب درجة اولى واحنا تعودنا على كده طول عمرنا في الناشئين وكان من واحنا صغيرين يقولك فلان وفلان وفلان فرقة 14 دول 40 في الفرقة كبيرة فرقة 15 فيها كذا فانت تعمل الدمج ده طب ادمج الفرقة الكبيرة وخلي الفرقة الصغيرة اللي لسه فيه عمر 13 وال14 وال15 او على الاقل تقدير خلي الوضع السندي كده لو انت عايز عشان تشوف تركز واعمل القوام قليلة بدل ما بتأيد يعني سنة لما فات مثلا على سبيل المسال 2002 كان فيه 34 ولد متأيدين فكان صعب على المدرب يجمع اللعيبة دي كلها ويديهم ويركز ويعمل بيجي لك ناس من كل مصر وخصوصا مرحلة تعليم فانت اعمل القوامة بتاعتك اكتفي بـ 22 العيد هتبقى كده في كل فرق خفضت بتاع 12-13 العيب اللي هم كده كده انت شايفهم ان هم برا لسكور ما بلعبوش بقى لهم فترات كبيرة ف يعني مش على المستوى حل كويس انما اماشي لعيب كان بلعب السنة اللي فاتت بطولة جمهورية ونسبة اشتراكه 70-80% اقول له مع السلامة من غير ما شوف انا المشكلة ان انا ما ديتش فرصة كمان ان انا اشوف عشان كان دكتور عمر بدأ اتراجع في القرنة ان هو خلاص في مسابة 3-4-2003-2004 تبقى برضو انفاصلة فضل 2002 سمعت برضو انها ترجع مش عيب ان انا ارجع في القرار للمصلحة لان ده مش هيقلل من الموجود لان الموجود معروف قيمته واسمه يعني فدي حاجة مهمة عشان من ارجعش نندم السنين فاكر القديمة قوي المؤمن زكريا ماشي وانني ماشي ورجعنا اشتريناهم بارقام كبيرة احنا دلوقتي احنا متستهلش بالموضوع ده ميدو الولاد دي لما مشت بعد 3-4 سنين انت فوقت رجعت جبتها بارقام وفي ناس ما عرفتش تجيبها لان احترفت برا زي انني فانا بحذر من دلوقتي لان انا في المجال ده بقى لي فترة كبيرة وعارف مستوى لعيبة النادي الاهل لان انا بحضر مبارات تعارف البراعم والمسابقات وعارف المستوىات الكبيرة الفرق عندنا في النادي الاهلي على مستوى عالي بس عايزين عين وصبر ما تبقاش القرارات يعني ايه مرة واحدة عشان ما نرجعش نقول اللعبة دي قرفتنا في الاندية وعزنها وكلام منذ طبعا واكيد دكتور عمر بالمجد يعني عنده من الخبرات ما يتكفيه ان هو يرجع نفسه وهي غريبة دكتور عمر دايما بيشوف بعنيه طبعا دكتور عمر يعني انا نفسه اتمرنت على ديه في السبعينات وطلع لعبة كتير جدا للفريق الاول للنادي الاهلي فاعتقد ان السنة دي انا عارف ان الوقت كان دايق بالنسباله انما يقدر يخلي الوضع كما هو عليه ويقلل في القوايم حلوة فكرة جميلة جدا لا يخسر طبعا انا هيخسر حاجات يعني هيبقى اللي هما فعلا مش على المستوى اللي احنا تعارف ان احنا كل فرقة في النادي عشان التعيد كبير فبيبقى فيه ناس مجاملة راح مش عازين يعني نخب لا بص كل نادي يا كابتن لازم يسيب مكانين مجمعين انت الله ينور عني فمشي الاربع خمسة اللي موجودين في الاخر وخفض العدد هتركز كويس في التمرين المدارب هقدر يمرن 22-22 بدل ما بيمرن 34-35 هتدي فرصة للولاد انهم يلعبوا مسابقات رسمية لان انت عارف ان المبارات الودية اللي بتتعمل لو عشي مباراة وودية ما بيجيش بربع ساعة مباراة رسمية بالزبط فاقمل يعني ان الموضوع ده يتاخد بعين الاعتبار اكيد وانشاء الله برضو الدكتور عمرو مجد يعني لسه يعني طبعا مش جديدة عليه بس لسه السنادي يعني في نادي الاهلي بالزبط فاكيد وزي ما بقولك ان هو من القيمة الكبيرة انه لو غير القرارات برضو معروف مين الدكتور عمرو مجد لا انا بغير الاحسن للصح لان كمان ابتدى يشوف الولاد بعينه فقال لا بعينه لا يبقى انا هرجع الفين ما شاف الولاد بتوعى الثلاثة واربعة اللا انا اقول لك دول ههمش ورح مرجع عشان كده انا بقولك انا استغرق لان الدكتور عمرو دايما بيشوف بعينه هو وبا بيسمعش صحيح ودي حاجة اهم حاجة طبعا وما نستاش ان معاه طبعا طبعا محمود صالح وخالب جدالة طبعا يعني حاجة حاجة جميلة لاتنين قيمة كبيرة ومحمود صالح بقاله ثلاثة اربعة سنين في القطاع فاعرفوش ايش اكيد اكيد اكدت يعني قولي مواقع السنة لاؤلي في المراكز كان عايبة الناد لاؤلي عايز ايه عايز ادعم ايه اكثر المراكز اللي ماحتاجها ايه بصpre انا عايز اقول لك حاجة الناد لاؤلي عايز استوبر على مستوى عالي او مساكل مساكل على مستوى عالي عالي يعني لا يقل تتعرف اي مركز في الملعب دلوقتي هو مركز مهم طبعا فيش حاجة اسمها والله احنا نجيب بس مهاجم عشان مش عارف ايه ما يفعش ان انا يعني انا شايف مسلا ان فيه الطرف الشمال ده او اللعيب الاشور في النادي الاهلي بقى كتير قوي على عكس مسلا الهاف الديفندر او المساك المساكين مش موجودين وخصوصا بعد ما حجازي مشي هي اكتر اكتر نقطة شاغلة الرأي العام الاهلاوي او الشرع الاهلاوي طبعا واعتقد كمان شاغلة دماغ الكابتن حسان بدر دي لا تقل يميده عن رأس الحربة اللي احنا لازم نكون عارفين وانت عارف كويس قوي الفرقة اللي بتدفع كويس بتكسر الفرقة اللي بتدفعش كويس بتكسر مهما مهما كان فالحتة القلب دي عندنا محترامي طبعا للموجودين اللي على مستوى عالي انما انت بتبني دلوقتي فرقة بالزبط يعني حنيجي نبص مثلا على نجيب انا معلش بلا بركز على الحتة دي عشان الحتة دي مكاني نجيب خدب النادي الاهلي فترة كبيرة ولعيب على مستوى عالي بس هموزج الالتزام نحن نتكلم برضو ان نبتدع لازم بالزبط نستانية صويرت وش صنة الحياة بالزبط سعد سامير موجود رامي ربيعة ورامي انا عايزه يهتم بنفسه اكتر من كده لان رامي البدايات بتاعته كانت اقوى من دلوقتي عشان برضو نكلم واحنا بنتكلم في بيتنا فلازم نتكلم بصورة وقت اكيد اكيد طبعا النادي الاهلي عايز ستبر على مستوى عالي جدا واحد ولا اتنين كبير ستبرين ستبرين لان انت عندك النادي الاهلي بطولاته كتيرة والعدد قليل والعدد قليل واي اصابة من اللعيبة اللي موجودة طبعا سعد بقيمته ونجيب ورامي يعني طبعا حاجة جميلة جدا لكن العدد قليل قوي على حجم او ضغط المباريات محمد حشو يقول عايزين اتنين وارد يكون فيه اصابات وبيحصل لان المسم بيبقى طويل جدا والمباريات قريبا بعضها ومضغوطة وكذا بطولة بتشترك انت النهار الغات النهاردة المسم بتاعت مخلص انت داخل في بطولة عربية وبعد كده حتكمل في افريقيا مستمر انت مش مريح وكاس مصر وكاس مصر وكاس مصر وكاس مصر بعد كده على الدوري لازم يبدأ بدري عشان لازم يخلصوا بدري قبل كاس عالم السنة اللي جاية فانت بتتكلم انت عايز جيش من اللعيبة ومش اي لعيبة يعني لازم النادي الاهلي يبقى عنده ودايما احنا بنقول الفرقة اللي بتاخد بطولة لازم تكون الدكة بتاعتها قوية ودكة جندا متتقصرش بالعيب ماينفعش مساك النادي الاهلي يتصاب ومش موجود المتش الجاي يحصل دروب اكيد ونص الملعب انت محتاج برضو ديفندر على مستوى عالي ما احنا خلاص احنا جبنا دلوقتي بقى يعني بقى عندنا ما شاء الله كتير عندنا اكرم وعندنا حسام وعندنا هشام محمد وعندنا نبتدي بقى يا ميدو ايه السلية نبتدي نلعب الناس عشان كله بقى على مستوى واحد وبعد كده اختار مايبقاش الفرق بين ايوة على ضمان لا بالظبط لان دي دي مهمة جدا جدا عشان بقاش واحد بلعب والتاني بعيد قوي هجيله الظروف هجيله الظروف هجيله اه دي بقى دي في حت يعني فيه لك زي ما حصل زي ما حصل المطش اللي فات البطولة العربية الاولاني لعيبة لسه جديدة مخدودة لسه ما اجابتش مستوى والبطولة زي ما احنا بقول ممكن نكون المطش الخصارة دي لقدر الله يفرق مع النادي الاه بالظبط فانت عايز ان اللعيبة كلها تبقى على مستوى اه واحد اكيد اه برضو برضو احنا بنتكلم على اه برضو راس حربة اه لان النادي الاهلي لازم يكون عنده اكثر من راس حربة متفوق وراس حربة على مستوى عالي بالظبط حاجة كده جمدة يعني بالظبط لان انت انت عندك دلوقتي بطولة افريقيا ما بقتش سهلة خالص لان دي دلوقتي كان زمان بتعد في افريقيا كلها فرقتين ثلاث اه ترجي اه اسك سحل العاج كوتوكو مش بس دلوقتي بقت اندية احنا بتتفرج جميده على البطولة الافريقية من الدور الاولاني فرق بتخبط فيك من الدور الاولاني بتقسمك بسهولة الزمان يعني انا كنا على بال ما بنوصل مثلا اقولك ايه منخش بقى دور التمانية والالربعة تبتدي الموبرات تبتقها شوية لا دلوقتي لا دلوقتي من اول دور ممكن تخرج برة بالظبط الموضوع اختلف كليا كليا ومع كده والناس فكرة لسه ما اختلفش الناد الاهلي امليش دعوة احنا ناد الاهلي لكن الموضوع اختلف والله بس الناد الاهلي ما شاء الله لسه يعني لسه لازم ناخد الموضوع باكثر احترافية اكثر عشان نقدر نكمل ونكون على قد طموحات جمهور الناد الاهلي لان جمهور الناد لي ما بيرحمش لا بيرحم لعيم ولا بيرحم جهاز ولا بيرحم رئيس نادي ولا بيرحمي بس جمهورنا على دماغنا مهما مهما الناس تتكلم على دماغي من فوق إلا الجمهور انت عارف فانبيدو انا عايز اقول لك حاجة يعني انا دائما اقول للمقولة دي كل عناصر اللعبة بتتغير إلا الجمهور الجمهور هو للسبب اللي ربنا حطه عشان يشهر يشهر الناس رئيس نادي بيتغير جهاز فاني بتغير لعيبة بتتغير أجيال بتتعاقب كل حاجة بتتغير إلا الجمهور بيقضل من أول خلاص انت طلعت أهلاو بتفضل لغاية آخر نفس فيك بتشجع وبيمر عليك بقى شوف أجيال من الرؤساء الأندية والأجهزة واللعيبة فهو نمرة واحد نمرة واحد هو جمهور النادي عشان كده بقولك الجمهور ده مهما يعمل هو على دماغنا من فوق لأنه هو الوحيد اللي مش مستفيد بأي حاجة غير إنه هو بيحب نادي وكمان يعني كفاية اللي ماتوا علشان النادي طبعا وما تنساش حاجة كمان مهمة نفيش أحسن من كده في الدنيا جمهور النادي الأهلي جمهور غير جمهور الأندية التانية وبعدين جمهور النادي الأهلي مظلوم الفترة اللي فاتت دي كلها لأنه بيحضرش المتشاط النادي الأهلي وبيحضرها يعني كده على استحياء بيتحدد له عدد معين مزيل قبل كده 80 ألف ومئة ألف أهلاوة بيقموا موجودين أكيد يعني بيشجعوا النادي قدام الشاشات أكيد أكيد يعني هسألك على ترتيب المهاجمين في نادي الأهلي بحسنا هده تكلمت عنهم أظهروا عندنا عماد متعب عندنا مروان عندنا عمر جمال عندنا أجعيه بتصنف كمهاجم لو احتاجته هسألك بس هنطلع فاصل وقبل ما اطلع الفاصل هأكد على كلام الكابتل محمد حشيش إن الجمهور هو الوحيد اللي ما يتزعلش منه مهما عمل وهو على دماغنا من فوق واللي يتكلم عليه إحنا بندوس على دماغه وفاصل ونرجع لحضراته وعلى أطلع دايماً بتتوقعنا بالأغاني الجميلة دي أنت يا أحمد جمال يعني أبيبو يعني حاجة متفوق للستوديو دي الأغاني الوطنية بتاعتنا أه فعلا دي الأغاني الوطنية فعلا حلو ده حلو يعني كنا قبل الفاصل بتكلم مع النجم كابتل محمد وحضراتكو في ترتيب المهاجمين وأولوياتهم يعني والنادل أهلي محتاج مهاجم ولا مش محتاج مهاجم في الفترة اللي جاية عندنا أزارو وليد أزارو اللي أقنع الجماهير عندنا النجم الكبير عمد متهب عندنا مروان إن شاء الله يرجع بالسلامة عندنا عمر جمال اللي بيطلع وينزل شوية يطلع وينزل شوية عندنا كمان أجاية اللي الكابتن حسين بيلعبه لما يكون مزنوء قوي في مهاجم تمام في الأول عايزين نتفق إن أجاية ده مش راس حربة صارية تمام ده بيلعب عشان محدش موجود أو هو المستوى في الفترة دي الفني وأهله إن هو يبقى تمام راس حربة ماشي أنا بقول الفترة اللي فاتت يعني عمد كان بعيد انا أتمنى من الكابتن حسين إن يدي عمد متهب ما هو بص يعني نتكلم بصراحة ولا حنجمل لا نتكلم بصراحة نتكلم بصراحة نتفضل عمد متهب ما خدش فرص على الأقل عمر جمال مع احترام الكامل لعمر عمر انت العيب صغير اديت للنادي الأهلي شوية صغيرين قوي وجد ظروف الإصابة بعدتك تمام المفروض عشان ترجع انت بقى لك فترة راجعة كان المفروض مستواتك يعلى أكتر من كده بكتير تمام الكابتن حسام بيزوق فيك وإداك فرص كبيرة ما اخدهاش تمام عمد متهب تمام الكابتن حسام لازم يدي عمد متهب نفس الفرص اللي بيديها لعمر جمال تمام وإدي عمر جمال وعمر ما كانش على المستوى المطلوب تمام فلازم عمد متهب ياخد الفرصة ويقرر أنا عايزه ولا مش عايزه تمام لعبك كبيرة جدا جدا في النادي الأهلي جات خلاص في أواخر أيام ما بطلت وخلاص وشكرا وتمام تمام بسنة الحياة بس ما بقاش موجود ومش عايزه ده الكلام اللي أنا قلته بالظبط يعني ما يبقاش موجود ومش عايزك لأ موجود يبقى أنا عايزك أنا عايزك مش بالكلام باللعب ألعب ألعب لأن الملعب هو اللي هيوضح لي ووضح للناس إذا كان اللعيب ده يقدر يستمر أو ما يقدرش يستمر حتى وإن كان عنده رصيد لأن الجمهور النادي الأهلي ما برحمش بيحب متعب كل حاجة بس هو دلوقتي الجمهور مش قادر يحكم على عماد إذا كان يبطل ولا يكمل هو متعاطف معاه لأنه ما بيخدش وحاسس أنه بينزل مثلا في رابع ساعة في مطشط خفيفة بالأهلي كذبان بيجيب جون مش هو ده المقياس برضو عماد المقياس مبارات قوية تاخدها وبعد كده تقرر عشان يعني ساعة القرار لما النادي اللي هيقولك لا خلاص بطة هتبقى أنت مقتنع أنه خلاص لأننا خدت إنما أنا لك العايب كبير دلوقتي عايز أدوني فرصة يا جماعة وشوفوني أنتوا بتحكموا عليها إزاي في الديئة والديئتين كل فترة فقصة أماد متعب لازم تتحسم كلام حلو مرون أنا في رأيي إنه مرون لو رجع هيبقى نمرة واحد لأن مؤهلاته ومواصفاته والمستوى اللي وصل لي مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي قبل الإصابة يؤهله إنه هو يبقى نمرة واحد تمام ومستوى أحسن من أي حد النادي الأهلي جابه تمام فأنا في رأيي مرون لما يرجع بالسلام إن شاء الله وخلاص هو على أعتاب إنه هو ينضم يعني للفرقة أظهر أظهر لسه ما شفناش لسه ما شفناش إحنا عايزين زي ما بقولك أكتر من اللعيب في المكان دا عشان المنافسة وفي نفس الوقت عشان المباراة قوية وإنت عارف إن أكتر حد بيبقى عرضة للإصابة رأس الحرب بالزبط لأنه بيتمسك منتو ومان زي ما أنت عارف وبقى فيه لا بخش ودورنات يعني إنتفهم زي فأكتر واحد ممكن يتصاب فلذلك أظهره ملوش عنوان يعني ملوش عنوان بداية كويسة طبعا أنا حاس لهم مقاومات لعيب كويس بس برضو إحنا اللي تعلمنا إن إحنا لازم نشوف بأينا بالزبط يعني ما ناخدش بالإسم وما ناخدش إنه هو كذا كذا الكلبات بتاعته كويسة أوي وجوان وبداية بتاعته اللي شفناها له المطش اللي فات كان نشيط ومتحرك ومقاومات وطويل وهيدرز إنما لازم نشوف الكلام ده لأن ممكن يبقى بالمقاومات ده زي ما قلنا في بداية الحلقة إنه ممكن ما يستحملش النادي الأهلي وضغط النادي الأهلي وشوفنا لعبة كبيرة جت بأسماء كبيرة وما كملتش بالزبط بالزبط فيعني بالزبط وعندك عمر حضرتك كلمت عليه وقلت لازم 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 يبان لازم يبقى على قد طموحات جمهور النادي الأهلي وطموحات الجهاز الفني لأننا عارف إن الكابتن حسام من الناس المميزين عنده عمر جمال وعايز يفوقه إحنا لو لاحظنا كمان إن عمر جمال عنده فرص ذهبية إن الرجل بتاع المنتخب بيحبه بيبقى يعني ما بلعب مكلم مع الرجل تالي مددد بيبقى أنت عارف يعني حاجة بسيطة لعب حاجة بسيطة كده وبتلاقيه موجود في التشكيلة بتاعت المنتخب بيميده فدي كمان حاجة كويسة بترفع أنت كنت لعيبه عارف بترفع الروح المعنوية عند اللعيب طبعا إنه هو لا دعنا كمان عين الرجل بتاع المنتخب على طول يعني جاءت فترة متفرطة الفترة الأخرانية ما بيلعبش أساسي في النادي الأهلي ومنتقد منتخب مصر وكان محل استغراب بعض الناس كل الناس مش بعض الناس أنت فاهم إزاي كان كل الناس لازم عمر الناس كلها بتأيدك سواء مدرب المنتخب أو مدرب النادي في ظهرك نقصك إيه طب شايف شايف مهاديما كابتن في الدور المصري شايف حد دعينه بص أنا أنا من الناس اللي كانت عجباني ومكتهد وقوي الولد رأس الحربة بتاع المصري أحمد جما أحمد جما صح ده من العيبة ده من العيبة الكويسة الكويس بص والله ما متفق مع الكبت هو العيب كويس فعلا عايز أقول لك ما اختلفش عليه تنين وظلم ظلم بي لما ما تخدش المنتخب أه طب مش عارف ليه أنا طلعت تكلمت عليه بصراحة يعني أنا مش عارف ليه كمان خلي بالك عارف لو لو الفرقة بتاعته عملة نتاج وحشة وفي الترتبها مش عارفها كان ممكن ما تبصش إنه بتتكلم على النصري ده هداف كمان بتتكلم لا وبتتكلم على يعني لو حطينا مثلا ثلاث فرق واربع فرق أحسن أداء في الدور المصري من هم المصري بالزبط انت فاهم إزاي؟ بالزبط وكان ظاهر ونتاج كويسة وهدأ يعني طب إيه المبررات مش عارف ملهاش تفسير لعيب مميز ملهاش تفسير في كل حاجة حلوة صحيح أنا أتفق معاك أنا عايز أقول أن خبر كده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي لنادل آلي قال أنه تكرر فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وناصر حسين ضاير جزائري بالجولة الثالثة بطولة عربية على الموقع الرسمي لنادل آلي من خلال قسم التذاكر وأكد شمس أن الأهلي تيسيرا على الجماهير قرر فتح باب الحجز على تذاكر الدرجة الموحدة حتى الساعة السنية عشر مساء غد الخميس من أجل حضور مباراة ناصر حسين ضاير مقرر لها بعد غد إن شاء الله على ملعب أستاذ السلام وأضاف المدير التنفيذ الأهلي أن استلام الجماهير للتذاكر سيبدأ صباح الجمعة من منافذ شركة فوري بمختلف أنحاء الجمهورية يعني أنا عايز أقول كلمة بالخصوص ده طب يعني عايز أقول لجمهوري النادي الأهلي وطبعا ولعبت النادي الأهلي المباراة اللي جاية مع فرقة ناصر حسين ضاير مهمة جدا جدا لأسباب كتير قوي أنت لازم تكسب كويس وتكسب بسكور وحتى لو كسبت بسكور أنت لازم تقعد تنتظر لأن الأمر بقاش بإيدك هي دي بقى العرفة هي دي البواقع هي دي البواقع هي دي البواقع يعني أن الموضوع أن بقاش بإيدك أنت لازم تستنى تشوف نتائج الفرق الأخرى على الأقل على الأقل لو ما تأهلتش يبقى المكسب بتاع المباراتين سواء الوحدة وناصر حسين ضاير والأداء بتاع المطش اللي فات وإن شاء الله الأداء اللي جاي بالمكسب اللي جاي حتى لو ما تأهلتش يبقى مساحة المطش الأولاني ونعتبره ده يعني كبوة كده جون جيه غلطة وإن أنت برضو ظهرت بمستوى عالي وإن كنت لقدر له خرقت فإنك أنت برضو ظهرت بمستوى كويس واتطمنت على لعبتك ليه إن شاء الله بإذن الله ليه البطولة الإفريقية وبطولة كاس مصر والمصر الجديد حضرك شايف أن نادي الزمالك ممكن يحصل أي تعثر بالنسبة له بص لأننا نادي الزمالك دلوقتي أو الفرقة يعني لو أي حد تعادل أو كده يعني مش عارف هو طبعا طبعا فرصة نادي الزمالك أقوى لأن نادي الزمالك مخسرش زي النادي الأهلي أو المباراة هو تعادل المباراة الأولانية فعنده بنت وعنده مبارتين أعتقد أنه هم سهلين مع فرقة العهد والنصر 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 السعودي اللي هتكون بعد قليل لو كسب المبارتين خلاص خلاص كده النادي الألي بر بالضبط كده هو الخصارة الخصارة بتاع النادي الأهلي الأولانية ومكسب الفيصالي التاني هم اللي قللوا فرص النادي الأهلي وخلوا الفرص زي بقولك ودي أبوك حاجة أنها مش بإيده وحاجة المتوقعة للجماهير كمان خالص خالص أنت بتكلم على المرشح الأول ممكن يقصى من لقدر الله من الدور الأولاني فرصة ناد الزمالك قوية جدا على الورق إنما مشكلة ناد الزمالك في جوة ناد الزمالك المشاكل لدائرة دلوقتي والاتهامات المتبادلة بين الرئيس النادي وبين مدير الفني مدير الفني وكل واحد عايز المصلحة ده عايز ماشي والتاني عايز الشرط الجزائي وا 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 من اليوم في المياه ميدو بتنعكس على اللعيبة اللي موجودة اللعيبة دي الله يكون في عونها يعني بتنعكس عن اللعيبة اللعيبة والجماهير والجماهير فإحنا بنقول لقدر الله النادي الأهل لو خرج بنتمنى إن فرقة مصرية تانية تكمل وإن شاء الله تحرز اللقب عشان اللقب يبقى يعني إن شاء الله مصرية يعني آخر سؤال لي كابتن عشان وقتنا يعني بيخلص على طول ما حضرتك يعني شكل الأهلي في البطولة الأفريقية إن شاء الله الأهلي قادر بالعناصر الجديدة اللي معاه يعني بالروح بتاعة العناصر الجديدة بالنجوم اللي الكابتن حسان بدري جابهم شايف شكل الأهلي في البطولة الأفريقية هيبقى زي إن شاء الله بص أنا أنت عارف أنا الدر اللي جاية بتاع النادي الأهلي ده هو البطول ناكيد يعني إن شاء الله لو النادي الأهلي حسب مباراته مع الترجي هيحرز اللقب إن شاء الله مبارات قوية ما نساش إن المبرأة أولانية عندنا المبرأة الثانية في تونس فرقة الترجي لها تاريخ كبير في البطولات إفريقية وده اللي يخوف يعني دائماً تخاف من الفرقة اللي لها تاريخ اللي لها اسم بتضم عناصر صغيرة ومشين كويس شوفنا المستوى اللي ظهروا بيه في البطولة العربية مستوى كويس لعيبة مجموعة لعيبة برضو صغيرين فأنا أعتقد إننا دي الأهلي بمستوى اللعيبة اللي هما المفروض البودلاء أو دكة النادي الأهلي اللي هما لعبوا المبرأة اللي فاتت شايف ودي أهم حاجة إن اللعيبة معظمها فائدة وعايزين يعملوا حاجة والأهم وانت كنت لعيب كورا وعارف إن لما يكون اللعيب ما بيلعبش وخد الفرصة بيبقى عشان عايز يلعب غير اللعيب المنتخب والنادي وأساسي على طول بيبقى مش قادر ومعندوش الطموع بيبقى مستني يميدو على تكة اللي هو إيه اللي قدر لحصل حاجة خلاص خدت أجازة وريحته وتمام وأنا رصيدي كبير من البطولات إنما اللعيبة الجديدة في النادي الأهلي اللي عايزة تعمل اسم وبطولة واسم نفسها دي الحمد لله تطمين عليها وعايزة تعمل حاجة المنتش الأولاني أتمنى طبعا يعني يكون منتش استثنائي بالنسبة للجمهور إن الجمهور يحضر بشكل كبير قوي أنت بس قوله جمهور تعالوا أنت بس اعمل كده للجمهور بس اعمل كده لأن أنا حضرت مع النادي الأهلي من سنتين سفرت معهم من الوبراء بتاعت بطولة أفريقيا اللي كانت معه الإفريقي وكسبناها بضربات الجزاء عندك شو فكرة أميدو تونس اللي استاذ كان عامل إزاي وبعدين أنا عارف أنت عارف أنا كنت بلع في تونس وعارف الجمهور التونسي عامل إيه وشكله إيه والبطولة الأفريقية تمثلوا إيه والنادي الأهلي خصوصا اللي هو عارف المنافس التقليدي بتاعه اللي كسبه كان مرة عنده في أرضه وخرجه وكسب منه البطولة ففيه طار موجود مش عايزين نقول طار بإبلغة الكرة بس فيه حاجة موجودة نادي الأهلي لازم يركز تركيز جامد أول لأن أنا عايز أقول لبردو الجهاز الفني وإدارة النادي الدوري طولة العربية القصة دي كوم والبطولة الأفريقية اللي جايب عن النادي الأهلي بقالها فترة وإحنا لنا اسم وصبقين فيها وريكورد جامد وكاس عالم أندية يعني كلنا مشتقين والجمهور مشتق إن هو يوصل إن شاء الله بإذن الله لكاس عالم أندية حلوة أقوى كابتن حلوة أقوى يعني النهاية جميلة جداً كابتن محمد حيش ناجم مصر ناجم النادي الأهلي دايماً بتشرفني وبتنور ربنا خليك سعيد أن كنت مع كبيدو ودائماً في التقلق قيدة مستمر ربنا خليك ربنا خليك كل البطولات كوم زي ما قالت كابتن محمد حشيش كل البطولات كوم والبطولة الأفريقية اللي بتودينا كاس العالم الأندية كوم تاني هي مع شوكة الجماهير الأهلوية إن شاء الله نركز فيها وإن شاء الله هناخدها إن شاء الله نفرح كل الجماهير دايماً بتشرفوني وبتنوروني ومع ألف سلام اشتركوا في القناة